اشتركوا في القناة والآن لا نجد بطلولا لجميع مصانعنا ومنشآتنا وصياراتنا وقد تبين للعالم أن قبرص وإسرائيل يقومان بسرقة بترول مصر ولم تتحرك الدولة لإسترداد هذه الأبار وهي في مياهنا الإقرمية إذا ما يظل عن ضعف النصام حتى في استرداد خيرات بلادنا المنهوبة من علانية لخاتر عيون إسرائيل وأمريكا وحلفائها